احنا الفقرة اللي جاية عندنا حق الجمهور احنا الناس قالت تعليق دلوقتي الجمهور قال ان محمد اللي شابك مدرب ولي شابك لعيب ولي قالك ده ابويا اللي شافه وشاف اللي كده انما دلوقتي حق الجمهور الجمهور بيسأل اللي حق عليك وانت تجهود جاهز؟ جاهز فضل يا بوحمد محمد يوسف كان فيه سؤال حبابة صار وحضرتك ايه اكتر جون لك حضرك بتحبه؟ يعني اكتر هدف بالنسبالي على المستوى المحلي هدفي في الزمالك مباراة 3-0 احرصت الهدف الثاني اللي هو زيناء اكتر من المرة ده اغلى هدف عندي على المستوى المحلي واغلى هدف عندي على المستوى الدولي اللي هو هدف زنبابوي وصعودنا لأولمبيات طرشلون اللي بعده عايز اقول لكابتن محمد يوسف ايه اصعب ماتش لعبته مع الاهلي بيتكلم على وانا لاعب وانا لاعب كان اصعب مباراة بالنسبالنا كانت مباراة الاهلي والاسماعيلي 6-0 اللي كانت فيه استاد اسماعلي ليه اصعب لان قبلها كان اسماعيلي فريق قوي جدا وكانت فترة صعبة بالنسبالنا وربنا انا عم علينا بالفوز الكبير ده كانت مفاجأة يعني ان احنا نكسب المباراة زي دي واصعب مباراة واصعب وانت مدرب اصعب مباراة وانا مدرب لا فيه مباراة كتير قولينا مباراة منهم يعني مثلا مباراة الزمالك 4-2 في الجونة اللي كسبناها دي كانت مباراة يعني مهمة جدا عشان نصعد من دور المجموعات كنا لازم نكسب الزمالك عشان نكمل في افريقيا بطولة افريقيا 2013 مباراة القطني الكاميروني قبل النهائي المباراة لعبناها 70 دقيقة والحكم عادها بسبب الامطار وقاعدين بقى في جروة دلوقتي اللي بتتعامل فيها بطولة امم افريقيا جروة يعني مش عايزة اقولك الاقامة هناك عاملة ازاي ولعبنا تاني يوم وتعديلنا واحد واحد الحمد لله فكانت برضو مباراة او مواقف من المواقف الصعبة اللي بعده السؤال بقى للكابتن محمد يوسف انت بتحب يعني احنا شفناك اتجهت للتحليل وسبت التدريب ايه افضل بالنسبة لك لأ طبعا التدريب هو الاساس بتاعي لكن هي فترة انا بتواجد فيها من خلال التحليل لان التحليل جزء من التدريب انت لما تحلل مباراة الدوري او مباراة افريقيا دلوقتي انت متابع قوي للمباراة دي وفي نفس الوقت بتتكلم في نفس السياق اللي هو جزء من التدريب او التحليل والقدرة على ان انت تحلل الفرق دي في مهام المدير الفني ومهام المدرب يعني اللي بعده انا احب امس على كابتل محمد يوسف ده حبيبي واحب اقوله كنت بتحب تلعب جنب مين في الملعب حبيبك يا عم اه يعني طبعا بشكره في الملعب انا لعبت مع جيال طبعا فيه لعبة بتستريح وتلعب جنبه والله لعبت مع كله يعني خلينا يعني كون صريح جدا اول ما طلعت في الفريق الاول فناند قالي لحيئة الكابتل ربيع سين ولحيئة محمود صالح ولحيئة حمد الصيد فيش لعب واحد معين بتستريح له لا لا كنت بستريح بجنب اي حد بلعب جنبه بس عندك مثلا يعني لما لعب وراي مثلا اسطورة زي كابتل سابت البطل او كابتل احمد شبير مثلا في حراسة المرمى بتتكلم على لاعبين نجوم كبار جدا الواحد لعب معاهم وحتى لما بعد كده في منتخب مصر برضو كان فيه برضو نجوم كبار بس اللي انا بتكلم عليه يعني ان انت المفروض اللاعب بيلعب باستريح بكيف نفسه مع اي حد جنبه طيب اللي بعده كابتل محمد يوسف انا حابب اجيلك سؤال كنت عاوز تكلمني عن تجربتك الاحتراف في تركيا وبصراحة انا بحبك جدا وانا راجل زملكاوي بس يعني اما اتفرجت عليك وشوفت فيديوهاتك استمتعت بها جدا وحقيقة انت موهبة كبيرة جدا واتمنى انها تتكرر في الملاعب المصرية في النادي الآلة وفي النادي الزمالك بس اتمنى انها شوف حد موهبتك داخل الكوتبين عشان ينفع منتخب مصر يعني هو لمس نقطة موهمة ان انا تركيا استفدت اكتر استفادة استفدت منها هي مناطق جديدة انا ما كنتش بتطلع مني في النادي الآلة عمره ما كنت بلعب فاولات وانا في النادي الآلة عمره ما احرصت اهداف كتيرة جدا جدا في النادي لما روحت تركيا ده شغل مدرب لان المدرب فعلا لما روحت هناك كان بيدربني كان بيحاول ان هو يشغلني بعد انتهاء التدريب على الفاولات وعلى الشغل ده فاحرصت اول سنة تسع اهداف يمكن انا في النادي الآلة على مدار عشر سنوات ما احرصتش كامل اهداف اللي احرصتوا في سنة واحدة هناك يعني تجربة نجحة بالنسبة لك طبعا تجربة نجحة جدا سواء من ناحية الفنية او من ناحية الخبرات او من ناحية النظام الجديد اللي واحد تعاشوا هناك وشافوا اند هل اسئلة عادت على خير يا غوط مفيش اسئلة نخلف بعض ولا الكلام الحمدلله الحمدلله اشتركوا في القناة